هنشرح في المحاضرة دي البرانشنج البرانشنج مقصود بيه ان انا يبقى عندي كتيرة وهل المفروض ان انا اعمل دي بالترتيب ولا هل في مرة من المرات ممكن اسكيب شوية سطور واعمل برانشنج بحيث ان اروح لسطر بعد كده يعني اسيب اسيب في النص ملف زيش هي دي فكرة البرانشنج وامتى بحتاج حاجة زي كده بحتاج طبعا في حالة الاف او الو لو انا عندي لو عندي كونديشن معينة عايزة يتحقق سطر دي يتحقق لو كونديشن ما تحققش ابدأ اسيب كل سطور بتاع الاف اللي هي جوه الاف وابدأ انفز السطور بتاع الالسي مثلا فانا فيه السطور بتاع الاف هلغيها يعني اعمل لها سكيب يعني اعمل لها برانشنج هي دي فكرة البرانشنج هنا فازاي لو انا عندي احاوله بالاسيمبلي في حالة ان فيه عندي برانشنج طيب مبدأنا البرانشنج ده بيحصل في حالة لو انت عندك بتستخدم الاف وطبعا الاس او الاسويتش او الوايل او اللوب الفورلوب دي الحالات اللي بيحصل فيها انت بتقول اصلا بتعمل لوب وابقى فيه في اللوب دي فيه كونديشن بيوقع في اللوب او كذلك الوايل والايف اصلا في حد ذاتها يعتبر كونديشن فما بتيجي تسأل نفسك بتقول انا هنفز الانستركشن دي ودي 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 واجه عند الانستركشن معين او بأقول بسأل نفسي given the instructions اللي فوق في رقمين مثلاً بيساووا بعض من اللي أنا عملتهم فوق لقيتهم مثلاً بيساووا بعض يبقى خلاص هبدأ أنفذ السطور عادي لكن لو ما طلعوش بيساووا بعض هبدأ أسكيب كل السطور بتاع الحاجات اللي أنا كنت أنفذها اللي أنا طلعوا بيساووا بعض وأبدأ أنفذ الحالة التانية يعني هسكيب هسكيب sections أو هسكيب instructions معادي وكي وده بيحصل بأن أنت بيكون عندك حاجة اسمها program counter بيبقى في arrow كده بيعدي على كل instruction وبيبدأ ييجي عند instruction معانا بيقول لها بتروح إلا ال instruction دي أن أنت لو condition ما تحققش بتروح ل label معين label ده بيبقى شايل address للاستيبل لأنه رحها بعد كده program counter بيبدأ يشوف فين ال address اللي أنا مفروض أعمل له بحيس أنه هو ده ال address اللي جاي على طول اللي جاي اللي أنا مفروض أنفزه بيبدأ يدور عليه ملقهاش بعد على طول ما فيش مشكلة بيبدأ يشوف فين العنوان لغاية لما ينفزه فدي فكرة branching أو أنه program counter بيبدأ ينفز الحاجة مش لازم بالترتيب مناء على condition اللي أنت تنفزه طبعا في ساعات unconditional branch وفي conditional branch يعني ساعات بعمل branching من غير ما يكون فيه أي شرط في branching اللي لازم شرط طبعا هيوضح هيوضح وإحنا شغالين إزاي ممكن نعمل branching من غير شرط طبعا كده لما كنت عملت story اللي في النص ليه فهيبان دلوقت تمام طبعا طبعا الconditional branching ده في two instructions اللي هي branch equal أو branch not equal يعني اعمل branching لو لقيت الحاجة دي بequal واعمل branching لو لقيت الحاجة دي not equal وده معناه أنه بيكون عندي two registers بيبدأ يقارن كما بتاعتهم ولو طلع contain دول بيساوه بعض بيبدأ أن هو يروح للإيه للbranch اللي موجود هنا هو بيشوف مثلا الرس والارتي بيشوف اللي اتنين دول اسمها مثلا branch equal بيشوف الرس بيساو الرتي لو طلع الرس بيساو الرتي بيبدأ يروح للإميديات أو بيبدأ يروح للإيه للتارجد ده لو condition يتحقق بيروح للتارجد لو ما تحققاش بيبدأ يخش على الستبال اللي بعدها عادي أو الانستركشن اللي بعدها الbranch روط equal دي برضو بيبدأ يشوف الرس والارتي لو هما مش بيساوه بعض لو الـ المش بيساوه بعض هيبدأ أنه هو يروح للإميديات أو بيروح للتارجد اللي موجود هنا أو الأدرس اللي موجود هنا الbranch equal branch روط equal يعتبروا إيطايف انستركشن خلينا مثلا ناخد مثال زي كده ونشوف ده ممكن يكون يعني إيه اللي يتنفس فيه given أننا عندي هنا branch ايكو طيب أول بتقول لي add is zero والregister zero واربعة يعني إيه يعني الregister الاسم zero هيساوي zero زائد اربعة لأنني بقول له add فأنا بعمل add للاتنين دون مع بعض وحط النات كفين في ال s zero يبقى ال s zero بيساوي zero زائد اربعة لأن register الاسم zero فيه رقم zero زائد اربعة باربعة يبقى ال s zero فيها كان فيها اربعة دلوقت طيب add i s واحد zero واحد يعني ال s واحد يبقى ايه هيبقى فيها واحد يعني الصفر زائد واحد يساوي واحد طيب عكده عملت shift lift لل s واحد باتنين طبعا اتفادها لما باجي عمل shift lift معناها ان انت شوف ال s واحد بكم ال s واحد بواحد ده معناها ان انا هاخد الواحد دي هضربها في اتنين قص الحاجة اللي انا بعمل لها shift اتنين قص اتنين واحد في اتنين قص اتنين هيساوي كم هيساوي اربعة ده معناها ان ال s دي بتقول ان انت shift lift ال s واحد باتنين يعني اضربها في اربعة وبعدين حط ناتج في s واحد يعني ال s واحد بكم الاخر s واحد باربعة خلاص يبقى قيمة اربعة طيب السؤال هنا بقى دلوقتي ال s واحد باربعة وال s zero باربعة فهم ال اتنين بيساوي بعض بيقولك هنا branch equal s zero s واحد وtarget يعني شوف ال s واحد وال s اتنين بيساوي بعض ولا لأ ولو طلعوا بيساوي بعض ابدأ اروح لل ترجل ده ترجل اللي هو موجود بس احنا لسه هنشوف فهنا بيقول branch equal شوف ال s واحد وال s اتنين ايه وضعوه مع بعض هلهم ما بيساوي بعض لو طلعوا بيساوي بعض روح للطرجة فدلوقتي عندي ال s واحد بيساوي ال s اتنين لان انا قلت اربعة واربعة يبقى branch هيحصل branch هيبدأ تنفس فابدأ اروح هنا وابدأ اقول اد s واحد s واحد و s zero يعني اجمعلي الاتنين دول مع بعض اللي هو اربعة الاربعة هجمعها مع الاربعة عشان يديني في الاخر تماني يبقى ال s واحد فيها كام فيها تماني الاتنين دول يحصل لهم مش هيتنفس استبدأ مش هيتنفس واللي استبدأ مش هيتنفس اللي هي اد i s واحد واحد وصاب يعني الجامع والطرح ده مش هيتنفس ده اللي كنتش هيتحق تمام كده طيب دي بس ببساطة ازاي برانشينج ممكن يحصل او ازاي ان انا اه بنفس الحاجة دي ال تيكن الارجت ده في الاخر بيبقى شيء الادرس بتاع الجزء الحتة هنا ان انت ايه روح للجزء ده فتنا عندي ان كل الانستركشن ليه ادرس? الادرس واحد اتنين تلاتة. اصلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. لما انا بقول له لو بيسوا بعض روح للتمانية يبقى يروح ييجي وقف هنا. هيلاقي ان ده عبارة عن الليو اللي ينفز اللي بعد. اوكي? وممكن التارجت اصلا يكون اصلا معناه ان انت روح للادرس اللي بعد الايه? اللي بعد الليو. اوكي? طيب. اوه طيب. اوه لو انا عندي مسلا برانش اوه دول دي نفس نفس المثال طيب. التارجت ده احنا بنسميه لابل. التارجت ده بنسميه. انت ممكن تقول مسلا اكس. مش لازم كلمة تارجت. ممكن نسميه لابل. ممكن نسميه اي حاجة بحيث ان اقول له ايه اللي هنا ويبقى احط ايه اللي هنا برنا. تمام? فهي بتستخدم عشان اه اللي اننا مفوضة نفزة لو كنتش نتحق. لما بنبدأ نحاول ده التارجت ده بابدأ احط بدالك اللي ان مفوضة ان انا عايزة نفزة. يعني مسلا اه كانت اه اس زيرو. فين الاس زيرو? الاس زيرو هديبقى شايلة حاجة زي كده. يبقى انا بقول له جنب ليه العنوان ده. العنوان ده فيه مسلا اتنين صفر واحدة هيروح كايهن. يعني انا هتسكيب ده وتبدأ تيجي هنا. فبقى احيانا بيكون اللي هو اللي عبارة عن ادرس. او مش احيانا هو لما بيبدأ يتحول لبايناري بيبقى هو في ادرس. اوكي? انت بتكتب كده عادي في الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الكوت آآ معي الاس زيرو خليتها باربعة والاس واحد خليتها واحد بعدين عملت لها shift باثنين ففي الاخر طلها باربعة فعندك الاس واحد والاس واحد الاس واحد والاس زيرو كامب باربعة. واناiset بقول لك branch not equal يعني هم الاثنين لو مش بيساهم بعض روح للترك. طب هم بيساهم بعض. يعني احنا given السؤال اللي فات كان هم بيساهم بعض اصلا. نفس التلاتة ممتين. طب هسيه بعض؟ هيحصل هينفذ سورتي كلها. مهام? اه فهينفذ الاد اي ويصب والاد برضو عادي. طيب واحدة واحدة كده دلوقتي الاس زيرو واربعة والاس واحد واحد والاس واحد بكام? باربعة. يجي هنا يقولش هل الاس واحد والاس زيرو والاس واحد ما بيساووش بعض? لا هم بيساووا بعض. يبقى انا مش اعمل برانشينج ومش اروح للترك ده دلوقتي. طيب خلاص يبقى انا نفذ الستثمانت اللي بعدها عادي. اد اي اس واحد واس واحد وواحد. يعني اضيف على الاس واحد واحد وحطي ناتج في اس واحد. يبقى اس واحد بيساوي. ثم بتاعت اس واحد اللي هي باربعة وضف على واحد بقى خمسة. باس واحد فيها كم? فيها خمسة. بقى كده صاب اس واحد واس زيرو والنتج حط في اس واحد. يعني اس واحد بيساوي اس واحد ناقص اس ايه? زيرو. اللي هي خمسة ناقص ربعة واحد. فالاس واحد فيها كم? فيها واحد. طيب. بعد كده بعمل ايه? بقاد الاس zero الاس واحد وحطها في اس واحد اللي هو الواحد النهائية دي زائد الاس zero اللي فوق باربعة يبقى الاس واحد هنا بخمسة ففي الكود اللي فات كان الاس واحد بتمانية لكن هنا الاس واحد بخمسة نتيجة انه ما عملش سكيب للتو لينز دو او توين استركشن دو تمام؟ هي دي الفكرة هل حاجة زي كده منطقية او بيبقى ساعات منطقية في بعض في الهاي ليفل ممكن يبقى باين اكتر بانت بتعمل طيب وفي الحالة دي كل الانستركشن دي ما تحصلش كممكن تكتب تارجت وما تكتبش انستركشن بعدها تخلي التارجت ده بعد الانستركشن او ما تكتبش الانستركشن اصلا بتقول ايه وكتب تارجت وما تكتبش حاجة ده معنى ان انا يعني عايز انفز دول بس تمام؟ طيب في حاجة تانية اسمها الكنديشن البرانشنج الكنديشن البرانش اللي هي برانش اكوال وبرانش روط اكوال النتيجة الكنديشن معاين طبعا الكنديشن اللي خدناه قد دلوقتي هو كله يساوي او ما يساويش لسه ما خدناش اكبر ولا اقل طيب لو عايز اعمل انفز دول برانش انفز دول برانش يعني يعني هي برانش كده كده من غير ما عدي اي كونديشن فيدي عندنا ترات انواع من الانفز دول برانشنج في جي وJAL وGR اللي هو jump والjump ng link والjump register كل واحدة فيهم ليه استخدام في يعني JD ممكن تظهر اكتر في الفور واللوب يعني في الفور والوائل jump ng link بنستخدمها في functions اكتر eljr بتقولك ان انت روح للregister ده روح للaddress ده روح للaddress اللي موجود في register ده بس كده هو ممكن تستخدم الجي ار بعد كونديشن او حاجة بس هو يعني الجي ار معناها ننتقل جي ار دولار سين او ريجستر اس زيرو يبقى روح للس زيرو روح لها روح للعنوان اللي هي فيها خلاص كده فخلينا مثلا نشوف الجي مثلا لو انا هنا اد اي اد اي جي تارجيت وانستركشنز وبعدين تارجيت ايه اللي هيحصل هنا اللي هيحصل الستاتمنده يتحقق ودي يتحقق ولما هقوله جنب للتارجيت وهو اطيفر معنى الكود ايه او الهدف من الكود بس اول ما اقوله جي تارجيت يعني هايبدأ يروح للتارجيت هيسيب الستاتمنده دي خالص بق counting و Gabe و دايما هيسيبها لو عندنا resist 3 loop خلاص فالجي تارجيت هيبدأ ينفذ الاد دي ويسيب الاد كل الانستركشنز اللي بتكون ما بين الجنب وما بين الليبول بتاعها دايما من ايه من تمشي هيباني اكتر في الوال طيب الجنب ادرس يعني انا ما يقول جنب يعني روح لي للعنوان ده برضو من غير اي سبب انا عندي هنا مسلا هتنفذ عد خالص لان ما فيش اي حاجة يعني ده زائد ده حطوه لهن ففي الاخر اسي زور هيبقى فيها الحاجة دي طبعا الحاجة دي ممكن تكون ادرس يعني او اكس اتنين واثنين سفر واحد سفر معنا ان الاسفار كتير هنا اتنين سفر واحد سفر ده ادرس دي ادرس في الميموري يعني طيب فانا بقولك حط في الريجستر ادرس في الميموري ماشي جنب بقى للاسي زيرو ده روح للعنوان ده فابدأ اشوف فين انا وين الميموري ايه ايه الاقي مسلا اتنين تتصوار اتنين سفرين اربعة اتنين سفرين تمانية وهكذا اجي هنا الاقي اتنين سفر واحد سفر اللي هو ده يبقى انا بعد السطر ده هاجي هنا ده اعمل له ايه ده هعمل له سكيب السطرين دول هعملهم سكيب لان انا بقول جنب للريجستر ده جنب للأدرس ده هيبدأ اشوف ده في ايه اهو وبعدين يبدأ يروح للنستراخشن ده يعمل لوت بقى مش عارف ايه كده بس يعني جنرال يعني ان ده بعض جنب ريجستر تمام ده ده الفورمات بتاعها يعني هناك بقول جه تارجت لكن هنا بديلها ليبل يعني لكن هنا بديها الادرس ايه على طول او بديها ريجستر يعني طيب عايزين بقى ناخد مثال الاف كونديشن ونشوف البرانش اكوال هاتفيتنس ازاي او برانش روت اكوال ممكن تفيتنس ازاي الطبيعي ان اف استاتمنتي ده معناه اني بتقولك لو سمحت نفز لي بلوك اف كود جيفن كونديشن معي لو كونديشن ده صح لو كونديشن ده مش صح ابدأ ان انت ايه اخرك برا الاف طيب انا مثلا هنا وهننفرض ان انك كان في كود كتير بس في الاخر يعني عندي اه مثلا اف جي اتش اي جي والاف كل واحدة فيهم متسايفة في ايه في حاجة بيقولك الاي انا انا بديك شكل الحاجة لكن انا لسه ما عاربش الاي والجي فوق بيساوي كمين بس ما ايه مش المشكلة دلوقتي وهنا بيقولك لو الاي اف الاي بيساوي الجي خلي الاف اكوال جي بلاس اتش والسطر ده بالهاي ليبل ده يتنفس على طولة لا ده يتنفس كده كده يعني ده ده مشكلة كلها في سطر ده مش هيتنفس لما كونديش هيتحقق لكن ده يتنفس كده كده اوكي فاتعلم شوفها كده في الايه في الاسمبلي هتليل انت بتقول ايه ابدأ اروح لي للسطر ده لو كونديشن ده متحققش صح كده ابدأ اروح لي للسطر ده لو كونديشن متحققش فبقوله برانشو نوت اكوال الجي والال يبقى الجي والاي مثلا اللي هما اس ثلاثة والسربعة لو الاس تلاتة والاسربعة ما بيساووش بعض ابدأ اروح ليه لتحت ان انت تبدأ تعمل طرح خلاص؟ فانجونرال يعني لما بتيجي تعمل في الاف كونديشن الي يساوي بعملها برانشو نوت اكوال بقوله برانشو نوت اكوال اس ثلاثة والسربعة والل واجه حط هنا الال ويبقى هو افهم ان هو ينفذ اللي بعد الال يعني ده اعمل لها ايه سكب عمل لها سكب امتى لو كونديشن اا ما تحققش طبعا انا معرفش الاي والجي ما فيش فاليوز هنا بفوق بتقولهم مبكام بالنسبة لمساءل ده بس بس انجونرال يعني لو انت عايز تنفذ الاف باستخدام الاكوال يبقى تقول برانشو نوت اكوال لان انا بقول ايه ما تنفس ده لو يعني ابدأ نفس ده لو كوندشن ده ما تحققش يبقى يعني ابدأ نفس اللي تحت لو كوندشن ما تحققش فس 3 وس 4 اقررنهم لو طلعوا ما بيسويوش بعض اجيب فلو ما بيسويوش بعض هنبدأ نفس سطر ده اجيب لو قبلوا الاول ولا حاجة بينفزوا عادي يعني بيعمل L1 وبعدين بيبدأ يروح سطر البعض عادي امام فلو الاي ما بيسويش الجي هعمل لكن لكن لو بيسويو بعض هبدأ نفس السطر ده اوكي طب افرض بقى انا عندي اااا if else طيب هنعمل مثلا ايه ifI equal j ifI equal j equal 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 ده يعمل برانش ونوت equal برانش ونوت equal يعني لو ده ما تحققش يروح للelse يبقى هسمك ممكن هسمها اكس بس تسمينها سمينها else بقوله استطرة ده كده استر BR يعني لو ما تحققاش ايه ده روح للالس فالالس بقى فيها ايه الطرح ماشي. طيب. آآ عايز ننفذ ايه لو اتحقق? اد اس زيرو اس واحد واس اتنين. يعني يجمع للجي والاتش وحطوهم في الاف. يبقى اه الاس واحد واس اتنين حطوهم في الاس زيرو. اس واحد اس اتنين. اس واحد اس اتنين لو جي والاتش يجمعهم حطوهم في الاس زيرو ولا الاف. طيب ايجمع ماشي. بعد كده ايه بقى? جنب الاتو. يعني ايه جنب الاتو? يعني مش محتاج تنفذ الدنيا بتاعت الالس. هو مش هينفع نفذها في الكونديشن اتحقق او ما تحققش. هو لو ما تحققش هنفذ الاس لو اتحقق. هنفذ الاف بس مش هنفذ الالس بقى فاتر ان انا عمل اسكيب فاعمل جي ال. جي الاتو يعني يروح بقى إيه سكيب للسطراندوم. يبقى سكيب باص ازاي الاس بلوك. يعني يسيب الالس بلوك ده خالص. كده? فده فكرة الالس او بيتساوي برانشورت اكوال لو انت هتعمل الالس فبتحط برانشورت اكوال وتخلي اللبو بتاعك الالس. طبعا ده مسامة يعني. وعايز تسكيب الكود عايز الالس يتنفس في حالة الكونشة ما تحققاشي هتكتب عايزه وما يتنفسي في حالة الكونشة اللي تحقق اعمل يعني لازم تعمل يعني ايه? وانا اروح بعد كده. طيب. الوايل بقى او طيب دلوقتي انا مسلا عايز اقول الباور فريابل اسم باور بيسوا واحد فريابل اسم اكس بيساوي زيرو وبعد كده في رقم تاني اسم مية ثمانة وعشين عايز اكرم به واعمل لوب الكونشن بتاعها ان الباور ما بيساويش الاي الامية ثمانة وعشين اعمل ايه? اولا انا بحرفه هنا ككومنت ان الباور ده معنى اس زيرو والاكس ده معنى اس وان عزيم جدا عايز بقى احط في الاس زيرو او الباور يعني احط فيها واحد هيبقى اد اي اس زيرو والريجستر زيرو واحد يعني احط في الاس زيرو كام واحد يعني الباور فيها واحد باور ايه كلها طيب عايز احط في الاس زيرو يبقى اد اي اس واحد وزيرو زيرو يبقى حط فيها زيرو طيب اه يعني وانا شغالة جوا هلاقي في رقم اسمه مية ثمانة وعشين فانا ده برضو ايه? حاول اعرفه عشان هو هيساعدني في المقارنة فاد اي تي زيرو والريجستر زيرو والمية تمانية وعشرين. تمام? هلاقي اه ان انا خلاص عرفت فارابل تالت اسمه مية تمانية وعشرين. هحط هنا مين? مالو اللابل ده? اللابل ده بحطه عشان انا ايه دي لوبو هبدأ ارجع له. فبحطه بس عشان لو جدت في مرة قلت جي وايل ارجع ايه? تاني وانفس وانفس. طيب. اعملت لابل. عايز ايه بقى? يعني هبدأ انفس سطرين دول. لو الكونديشن هتحقق فعند سطرين. بعمل لو اتحقق هنفس الايه؟ سطرين لو ما اتحققش يهبدأ اروح لليلة اللي هو يعني اخرج من اللوجو اخرج فيه من اللوجو. فانا بقول بعد كده برانش ايكول. طبعا انا اتفقنا انه نوت ايكول بعملها ببرانش ايكول. وايكول ايكول بعملها ببرانش نوت ايكول. فلو الباور ما بيسويش الـ 128 يعني branch equal الـ power في S0 وDM في T0 فلو الـ S0 والT0 بيساوي بعض لو بيساوي بعض هم هنا بيقول ايه اعمل الـ لو بقوا يساوي بعض اخرج فان اخرج للـ اخرج لإيه لانا خرجت برا لول عظيم جدا طيب طيب لو طبعا هو يعني الـ power هيجي في مرة هيزيد في اول مرة الـ power هنا بواحد فكده كده هيدخل جواله طيب لو الـ condition بقى مش بيساوي بعض الـ power مش بيساوي 128 هيبدأ يدخل هن عايز ايه هيدا اعمل الـ power بيساوي power في اتنين يعني لما بقى قضرب في اتنين معنى انا شفت lift بايه واحد لو اتنين قص واحد انا ضربت في اتنين قص واحد فشفت lift مين الـ power ليه S0 فpower S0 S0 واحد سوري بعدين الـ X هجمع عليها واحد يبقى اضقائي الـ X بكام بـ S0 يبقى اضقائي S0 S0 واحد هجمع عليها واحد بعد كده جوال ايه جوال تبقى جوال يعني روح للـ للـ طب وبعدين ما هو انت دلوقتي زودت الباور باور ضربتها في اتنين قابوا واحد ضربتها في اتنين بقت اتنين ده الباور بعد كده اربعة تمانية وهكذا هتبدأ كل ما تدخل الباور تدرب في اتنين تدخل تدرب في اتنين لغاية لما يجي في مرة الباور هتبقى بكام بـ 128 وانلافرد مثلا هتيجي في مرة تبقى 128 هتسأل نفسك الباور بتساوي 128 ايوه خلاص بقى ساعتها تعالي اعمل دن دن يعني ايه يعني لا تضرب ولا تجمع هتسيب السطرين دول واتيجي كده السطرين دول هنعملوهم سكبلة وكنتش هنتحقق هتحقق امتى لما خش في الولوك كزا مرة تمام طيب لو عايزة اعمل الفور الفور هي اياها زي زي الويل بس الاختلاف بس عايزين ايه يعني هي اعتبر هي اياها بس المشكلة ان في الهي ليفل محطوطها كل الف سطر واحد طيب انا دلوقتي عايزة اعرف محط في ذيرو واعرف فريابل الإسمه ايك وحط في ذيرو وعرف فريابل التالت واحط فيه اه ال... عشرة تمام فاي اس Matthew سcision num اس ا사 اللي واحد فيهم ده ب ده ب زيرو ده ب زيرو ده ب كام ده ب عشن هبدأ اعمل Themodel is For واعمل J4 يعنى عايز اروح وارجع الليه لللوب D كتير تمام اول ما دخل اعمل ال Melissa اسأل نفسي هل gonna be الجي ما بيسويش العشر الجي ما بيسويش العشر يعني branch equal الجي والعشر الجي والعشر اللي هو ال i وال t0 ال i محطف ايه في ال s0 يبقى ال s0 وال t0 اقررهموا بعض ال s0 وال t0 اقررهموا بعض وابدأ اول لو بيسوي بعض روح لل i وال اسمه دهن يعني لو بيسوي بعض اخرج برا لو طب هم بقى فاول مرة طبعا كده ما بيسويش بعض وما في الاول ما بيسويش بعضها بدأ ننفذ سطرين دول سطرين دول بيقولك ايه قولك sum equal sum plus one يعني زود لل sum وفي نفس الوقت انا بعمل ايه ال i plus one اللي هو ال counter بتاع اللوب عشان اللوب اصلا ما تبقاش ايه فيبقى لو عايز اعمل sum ال add s2 s2 s0 طبعا انا عملتها add لان انا مش بضيفها بواحد سوري انا بعمل sum plus i بجمع ليه كياني مجموعة الارقام من صفر لعشر بجمع فانا عندي sum بعمل add لل s0 وال s1 وحطها في ال s1 لانا السم عندي حطها في s1 طيب ماشي بعد كده عايز اقول اي اقوال اي بلاس وان اللي هي الاد اي الاس زيرو الاس زيرو الواحد وبعدين باعمل جي فور جي فور يعني ارجع تاني نفذ الليبول ارجع تاني نفذ الليبول اقول لما كنتش هم هتحققش لو جينا في مرة ان الاي فود تزيد لغت لما وصلت لايه للعشرة فاجي هنا اقول برانش اقوال الاس زيرو والتي زيرو اللي هو الاي والعشرة لو تلعوا بيسووا بعض هاجي اعمل هنا ايه ضن يعني اروح للضن فمش هنفذ سطرين دول وهخرج برا الوب يعني هخرج برا الوب الكنيشن كده يعني مش هينفع هتحق مش هينفع هنفذه طيب طبعا فيه ست لزان لو عايز اقول ان الرقم اقل بس دي كانت المحاضرة خدنا فيها الفور وخدنا فيها الويل والإف والإف إلس والبرانش اقوال برانش نوت اقوال تمام موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة